السلام عليكم وبركاته ومحبا بكم في قناتكم طريق النجاح تمنى تكونوا بخير والأخير اليوم إن شاء الله طريقة جيل كاملة من اسم القرى الأمريكية أو القرى الأشوائية لأمريكا 2023 هتبدأ إن شاء الله من 6 أكتوبر إلى غاية 9 نوانبير 2021 وإن شاء الله لتعاج والسوق سيكون شهر 5 2022 والناس سيكون في 2023 هذا كيف يجب أن نقول القرى الأمريكية 2023 لأن الناس سيكون في 2023 وإن شاء الله نشرح لكم جميع طريقة كاملة بالنسبة للتجيل ومبسطة وبشرح مبسطة بالعربية المغربية المغاربية هذه نشرح لكم تقريبا جميع الأمور وليكم موطر كامل اللي توصلت بيوم العام السابق يعني بالنسبة للقرى طريقة تجيل شمو المشاكل اللي توقع في الناس المهم لا تحتاج تشوي واحد باش يعاونك تتبع معهن الميديو حتى للأخر إن شاء الله ودير ورقاء وصلوا وقيد قيدك نقول لك باش متقاش تلعود الفيديو وإن شاء الله تعمر بوحدك وكينوح الفيديو آخر بنسبة للصورة ركز لي على الصورة من زيانة ردرت الفيديو باش كيف تطلع الصورة تلك لما تشارت الفوتوغراف وما تشارت الفوتوغراف وما تشارت الفوتوغراف وما تشارت فوتوشوب لفوتو ديرك مرحبا بكم يالا نخليكم شوفوا الفيديو تلاخر بانتسانوش من تبارتاج واللايك والابوني ونعول عليكم يالا تب وهذا هو الموقع الرسمي للحكومة لللوطخي وغالبة الأخطاء لكي يستطيع إدفع الطالب نقاط مهمة جدا لكي يستطيع إدفعهم فأنت عندك الحظ أو القبول لكي تفعل هذا الطالب يعني بلد الولادة ليس بلد السكن بلد الإقامة أو بلد الجنسية الثانية مثلا يعني بلد الولادة عندك المغرب أو الجزائر أو تونس تستطيع إدفع الطالب يعني كما تتبع لكم هذه اللائحة للبلدان هذه السنة هذه التي تم تجديدها مؤخرا في 2022 يعني ليس بحل تقريبا واحد الاختلاف عن أعوام الفاتو لذلك نجد لكم هذه المال على الولادة التي لا يريد الإنسان يدفع يعني لديهم الكامل الوافي للمهاجرين الذين هاجروا من هذه البلدان هذه لذلك لا يحتاجين لكي يجيبوهم هذا العام بالنسبة للشرط الثاني الشرط الثاني هو المستوى الدراسي أو المهنة يعني بالنسبة للمستوى الدراسي لكي يخصفه يكون عندك تانوية عامة أو ما فوق أو يكون عندك مثلا عندك التانوية العامة يقدر يكون عندك يعني عامين أو سنتين تجربة في واحد الميدان الذين هم طالبينهم يعني بزاف الميادين طالبين الذين دخلتوا على هذا الولياء هذا الولين كذا أتلقوا الوظائف اللي مطلوبة في عام 2022 في الموقع الرسمي دي الأمريكا يعني تقدر تكون عندك ما عندك الدراسي للتانوية العامة ما عندك الدراسي في اليدان تاعك تقدر تكون عندك عامين تجربة خبرة في واحد الميدان في الخمس سنوات الأخيرة يعني ما تكونش قبل الخمس سنوات الأخيرة يعني هذه الخمس سنوات الأخيرة تكون عندك سنتين باش دي الخبرة باش تكون واتفعل هذا البرنامج لإجراء العشوائية إلى أمريكا طيب هذا هو الشرط الثاني بالنسبة للشرط الثالث هو جواز صفر يعني جواز صفر سيكون عندك فاليد باش تقدر تدفع الطلب يالك لانتو اللائلة تاعك أو لوحدك أو يعني لائلة تاعك والزوجة تاعك وأولا تاعك يعني ماشي بالضرورة يكون عندك الأولى تاعك والزوجة تاعك هو الذي سيكون عنده جواز صفر فاليد يعني ما منتهيش صلاحية تاعك ومن بعد هذه الساعة الزوجة تاعك أو الأولى تاعك تقدر تصعب لهم باسبور من اللي تجي فيك إن شاء الله لحظه وتمشي لأمريكا هذه الصفارة ستطلب لك الباسبورة للوليدات والزوجة تاعك ونصيعة أخرى الناس اللي بغين يرفعوا شوية من الحوضات التاعهم يعني الناس بزاف ما تتعرفش هذه النقطة هذه بأن تقدر تتفع طلبين طلبين يعني أول يعني بالاسم تاعك أنت والزوجة والأولاد والطالب الثاني تقدر تدفع لزوجة ديالك يعني المكلف آآ رقم واحد وانتك زوج يعني يدفع طلب اسم ديالك وغلقين خاصة تكون دايما توفرة فيها جميع الشروط ديال ديال الهجرة يعني مثلا الدراسة وتكون عندها يعني شرط الدولة تكون يعني مزدادة في هاتك الدولة المطلوبة والدراسة ديالك يعني باك وعامين تجربة بدون باكالوجيا لذلك والأولاد تديرهم تقريبا طلبين مجوش غير هو واحدة لا تدفعوا كثير من طلب واحد للشخص واحد مثلا أنا أدفع طلب واحد لا يمكن أن أدفع طلب أخر بالاسم تيالي يعني كأنا رقم واحد يعني كأنا اللي تندفع طلب رقم واحد نتمنى تكون الشرح مفهم لذلك هذه هي تقريبا شروط يعني لا يوجد شروط أخرى يعني غير الشروط وأنا أدفع بالاستمارة بالدفع وهذه نتكلم على وهذه أمامتهم سنجاوب على أسئلة التي توصلت بهم يعني أسئلة تطقيقية يعني كله كله لا استياسوا متاعه كله وشنو عنده كاستياسوا يعني كالي عنده أولاد كالي مطلق كالي عنده جوال صفر آخر يعني سنقدر نجاوب إن شاء الله بتفصيل مع تقديم الطلب يعني كيفما تدخلوا الويب سايتنا لذلك سنذهب ونرى الرابط كيفية التقديم اللي هو هذا هو الرابط يعني الرسمي لكي تفع الطلب لذلك نضغط عليه لذلك سنذهب هنا اللي هي مبدأ يعني كيفما تشوفوا يعني هنا ستجدوا جميع المعلومات يعني لا بغيتوا تطالعوا أكثر على هذا البرنامج هذا جميع المعلومات اللي تقدروا توقع لكم وبغيين تعرفوا بزافة الأسئلة يعني هنا الرابط يعني pdf تقدروا تكليكيو عليه سيعطيكم تقريبا 19 صفحة جميع الأسئلة تقدروا تطعي لكم في البال من اللي نرجع الويب سايت الوفيسيال من بعد ما قرنا هذه الإسرائيل حاجة المهمة أيضا هي التصوير ولا فوتو غادي نكليك إليها غادي تشوفوا قاعد معايا باش تحترموا يعني الصورة ديالكم الصورة مخصاش تكون يعني مثلا نشف نات الشخص هذا يعني عنده ضل وراء الصورة هذا خضع مخصوش يكون مثلا هات الصورة هذي فيها ألوان مختلفة يعني أزرخ يعني مخصاش يعني غير مسموح بها هات الصورة مظلمة كما تلاحظوا هي يعني يعني دغياغ ديال الشخص أبيض وتكون 600 بيكسل على 600 بيكسل غادي تكون آآ أخليط لكم جميع آآ زمن جميع المعلومات على الصورة أو تاني في طريق المدونة للطريق النجاة في الصفحة 600 بيكسل على 600 بيكسل ولا لنك آآ تقدروا تاخدوه في المنزل تقدروا تاخدوه مصور محترف يعني ماشي مشكلة غير تكون 600 بيكسل في الارجر و 600 بيكسل في الهوتر وما تكونش عندك أو شيء حاجة أو تضحك أو تكون عادي جدا صورات عادية جدا مثل هذه الأشخاص كما تبدأ لكم يعني عادية جدا من بعد ماشينا التصويرات ومتقدرنا التصويرات من بعد ماشينا قاعدة تصويرات التي يمكن أن يكون علينا لكي نتفادئ الأخطاء سوف نرى الطريقة التقديم إطابة سوف ندخل هذا هذا البطن الأخضر يعني نقلق على لكي ندخل الموقع لكي نعمر السيارة دينا كما تبدأ لكم أولا سوف ندخل آخر سوف ندخل الموقع الآن سوف ندخل ندخل سوف ندخل الروبو بقى ندخل سوف ندخل والاسم العائلي. هو الاسم الشخصي مثلا يشام طريق يعني مدل نيم والاسم اوسط يعني غايبة الناس ما تكون لديهم اسم اوسط يعني تدير نو مدل نيم مثلا هنديرو الفتاشي مثلا هشام الاسم الشخصي يلا عندنا خصي يكون تقرير يخصي يكون نفس المعلومات اللي عندنا في جوالصفر يعني عندنا جوالصفر هشام احمد نكتب هشام احمد فتاشي يعني ما غاديش نندير نفس الشيء اللي عندنا في جوالصفر لاني الاسماء المركبة باش نتفادوا اخطاء ما عندنا هنا الاسم مركب ديال هشام احمد ماشي هو الاسم متوسط يعني هشام احمد هنا وهنا الاسم يعيلي فتاشي يعني هنا الجنس اه الجنس تاعك يعني رجل او امرأة مثلا دلو رجل بيرد ديت يعني تاريخ ازدياد مثلا عندنا دير صفر واحد صفر واحد ثانيا ان هنا مدينة في ازدياد بعد اذا عندك مدينة ازدياد poi تكتب المدينة ازدياد اذا عندك لا تدى مدينة ازدياد ستدخل بيرد سيكون معدد لذلك سوف تنزل هذه الخانة إذا لدينا مدينة الزياد سوف نكتب مدينة الزياد ومن بعد ندر الرقم 5 وهو الدولة الزياد الدولة الزياد مثلا المغرب الرقم 6 وهو تقول لك مثلا ماذا هذه المدينة لإزدياد وماذا هذه الدولة لإزدياد وماذا تفعل هذا البرنامج سوف تقول لي نعم إذا لم تكن الدولة في هذا البرنامج سوف تختار الدولة لما ترى البرنامج في المغرب كان هناك البرنامج يعني موافقين على هذا وعند رئيس باسبور باسبور اللي هو جوالسفر لدي نفس المعلومات ديال باسبور ديالي يعني اسم العائلي اسم الشخصي ومعند اسم متوسط رقم ديال باسبور هذا باسبور اكسبيريشن ديت اللي هو تاريخ الصلاحية او ديال ديال جوالسفر امتى قد يسالي لك جوالسفر مثلا هنا باسبور يعني البرنامج البرنامج يعني البرنامج يعني ايش من الدولة هنا باسبور اللي ما عندهم مثلا باسبور ايش من خانة يديره بالنسبة اذا ما عندك جوالسفر ستكون هذه مثلا في واحد لاستويسون لما عندك جوالسفر لذلك ستكون تقريبا واحد ثلاثة شروط لكي تستطيع تعمرهم يعني عندك عاديم جنسية هنا ما عندك الجنسية او الخانة الثانية دولة شيوعية ما عندكش ولا يمكن ان تحصل على جوالسفر والخانة الثالثة مثلا حاصل على اعفاء وتقدر تسافر يعني يمكن ان تسافر بدون جوالسفر يعني عندك الحكومة اعطيك واحد اعفاء لكي تسافر بدون جوالسفر لذلك الخانة الأولى بدون جنسية الخانة الثانية دولة شيوعية ولا تستطيع تحصل على جوالسفر الخانة الثالثة حاصل على اعفاء ممكن ان تسافر بدون جوالسفر بالنسبة لذلك لذلك لا يعني لذلك نجعلها خاوية لا تنعمرها من بعد تنظر يعني الصورة من بعد ما اخذنا الصورة وعرفنا احترمنا المعايير الصورة اللي هم طالبين لذلك نجعل تصويرا لذلك انا لذلك هنا بالنسبة الساكن يعني الخانة ا اوبشنال يعني الخانة الثانية ب نجعل الشارع الادرس يعني وتشوف في جوالسفر هذه مئة المعلومات يعني الادرس line 1 تلقى مثلا اه اذا ما الشارع و اذا ما الايقامة واذا اسم الايقامة مثلا هذه اوبشنان يعني تقدر تضير الاباغتمو لا يعني تضير الشقة رقم اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة الاخير ذلك المدينة هنا المحافظة سعيدة لذلك اذا دخلت لجوالسفر اضافت لنسئ الزبان او البطاقة الوطنية من غالبية اذا كانت سعيدة او اللذي ادخلت لنسئ او اللذي الادرس متاكس مثلاً ساكن في تسكن دباً مثلاً أنت مغريبي وساكن في تونس يعني أدير تونس أنت مغريبي وساكن في كندا عندين كندا أنت مغريبي أو أنت جزائري وساكن في قطر عندين قطر يعني الـ country اللي أنت ساكن فيها ليس هو بلد ازديادتك بلد ازديادتك عمرنا الفوق اللي هو طالبينه اللي هو في الشرط الطلب وهنا فون نمبر اللي هو يعني رقم الهاتف تعك إيميل أدريس اللي هو ضروري جداً لكي يتواصل معكم الحكومة من بعد إن شاء الله من يتقبلون إيميل أدريس أديره كما تبعلكم هنا في هذا المثال يعني إيميل إدراس تعكم وتكون في هذا الخانة هذه الخانة الأولى الخانة الثانية نمشي ورقم 13 اللي هو تعليم تعك هذا التعليم اللي هو ضروري جداً بالنسبة للتعليم كما تبعلكم يعني عندكم بالزافة اللي شو هنا يا يعني الخيار الأول اللي هو primary school only يعني keymark يعني الابتدائي only ولكن تقدر تدفع يعني عندك الحظ كما تتشوف هنا يا عندك سنتين تجربة في واحد الميدان في هذه الخمسة سنوات الأخيرة تقدر تدفع يعني عندك الحق بش تدفع إذا عندك يعني قدرت التانوية باكالوغية ولكن ما خديتش ديبلوم لذلك تتعمر الخانة الثانية no degree يعني عندك تانوية ما عندكش ديبلوم تعال التانوية ولكن عندك سنتين تجربة في هذه الخمسة سنوات الأخيرة تقدر تقوش هذه و تدفع عندك حضوض الخانة الثالثة اللي هو عندك ديبلوم في التانوية اللي هو هذا لذلك تقدر تدفعه لذلك تتعمر هنا ما مش بضرورة تجربة ديال لذلك ما شي ضروري من بعد تدخل تدفع بالنسبة لما عندك شي ديبلوم تقني يعني شي ديبلوم تقني من بعد الباكالورية من بعد التانوية يعني 12 سنة في التانوية عندك واحد عام زائدة وعام زائد في واحد الميدان الناس اللي يلو في بي بي تي ولا الناس اللي يقارن يعني في مجالات تقنية هنا فهذه الخانة الأخرى عندك تتخطي الجامعة ودرتي يعني كالكول خان . يعني ثم تخطي ما اخطي ديبلوم اولا تنمكن تددير ثم تخطي خانة هذه خانة هذي نخطي غير كالكول من جهة يوم من جهتهم يمكنني دخلتي practicality في الجميع هنا في الجميع يعني لا لصنص بروفهيسيوسنال ولا لصنص عادية عندك toutesقري عندك ديبلوم لذلك هذي ها السخانة هذي بينيا بعد يعني تكون مثلاً قديش ديكوخ سنيف يعني في أحد آآ إليك في نيفو ديكوزيال نيفو يعني يعني تعديل ماستر ولا دي الماتريس ومخديشش دي بلون يعني اخذيت لها دي كوخ تدكوشيها الخانا هذه الخانة المسطر ديكري الي هو الناس اللي عندهم ماستر ولماتريس يعني دي بلون فيديهم تجيوشي خانة هذه ومن بعد الدكتوره الناس اللي قرأوا ولم يكملون الدكتورات ولم يأخذون الدكتورات لذلك يأخذون الخانة والناس الذين أخذون الدكتورات يأخذون الخانة نتمنى أن يكون شرح مفهوم بالنسبة للناس الذين متزوجين يعني الحالة الشخصية للإنسان وعازب متزوج ومشي متزوج يعني هذه الخانة هذه ضرورة تعمرهم ولم يجب أن تخطأ فيهم يعني فعلا الناس الذين مجتوين يدكلاري persi الناس الذين تحديدين ح々 كما تشاهدون نشرح لكم والناس الذين تخطأ عطلقها والتخطأ عطلقك يأخذ حكم بعدω أخي! ومن الناس الذين تحديد أن تبera عندما يعمر هذه الاستمارة لا يمكن أن تتكلم عنه لأنه لا تزوجه الناس الذين يريد أن يتزوجه في شهر واحد أو شهر جوج من بعد أن تعمر الصمارة ويأتي تزوج لأنه عندما تعمر الشخص يترفض لك الطلب هذه تقريبا هذه الحالات التي يساولوني بكثير سوف نحاول أن أجابكم أولا أن أعمر الاستمارة يعني هناك شيئا أرى لوجيك إنسان مزوج تتكلم عنه لا تتكلم عنه يوجد أن تتكلم عنه لا تتكلم عنه هناك شيئا هناك عازب خانة ثانية متزوج وزوجة تلك لا تتكلم عنه الجنسية الأمريكية لذلك هذه الخانة غالبية الناس والناس المزوجين الناس المزوجين والزوجة عندهم الجنسية عندها الجنسية أمريكانية أو عند أوراق أمريكا تطلب هذه الخانة الناس المطلقين الناس المصابين يطلب حكم الطلاق يطلب هذه الخانة الناس الأرامي والناس المختلف تتكلم عن جنسية او باقي ما اخذتش ورقة الطلق ديالك. اذا اضعنا هذه السيدة لي معيشش مع السيد وما حاكم مع الطلق ما اخذش ورقة الطلق مع السيد سيد اضعنا تخينا هذه. وهنا من اضعنا هذه الضرورية اضعنا تخيناها لكي اعطيك من بعد الاس babe. اذا انا في الاشراء الطلق دياله. اغلبية الناس على حسب كل واحد سوى عازب سوى متزوج سوى متطلق سوى ارمال او ارمالة لذا تنتمنى تكون واضحة هاد الخانة 14 لان هاد الخانتين 13 و 14 مهمة جدا ما يجب ان تشغلو فيهم يجب ان تشوفوا الحالة ديلكم وتكوشوا الحالة او الخانة يعني اه اللي متواجدين فيها انتمو منسبة الاطفال اطفال منسبة الاطفال الناس اللي عندهم اطفال اللي عايشين معهم او ما عايشيش معهم يعني عندك اطفال قل من 21 سنة والاطفال اللي ماشين متزوجين والاطفال اللي ما عايشين ومعنهش اوراق ديل امريكا هذا مال يعني لا يكون لديهم أوراق دي الأمريكا لا يكون لديهم كثير من 21 سنة ولا يكونوا متزوجين ويكون لديهم كل شيء يعني أطفال ديالك ويكونوا لا يعيشون معك مع الطالقة ديالك أو الطالقة ديالك تكرم الناس الذين لا يعيشون معك تقدر تكرم والأولاد الذين لا تعلن زوجة ديالك مع شخص آخر تكرم عندما تكرم بخاء لا تدعم معك مهم تكرم في الخانات لكي لا تكون كذبتي في هذه الخانة نتمنى أن أكون جاوبتكم على هذه الأسئلة التي تطرح في هذه الأسئلة لذلك مثلا لدي طفل واحد نكتب واحد لا يوجد أن أكتب صفر لا يوجد طفل نكتب صفر لدي أخي كتب واحد لذلك كنت تنظر سوف أضع الصفحة الثانية بالنسبة لصفحة الثانية كما تبدأ لكم أنا عمرت بأنني متزوج وأعني طفل واحد في هذا اللوكا هذا تعطيني الفرميلاء يعني بعض المعلومات التي سنعمر عن الزوجة ديالك وعلى أطفال ديالك إذا لم يكن لدي الزوجة أو لم يكن لدي أطفال لا يعطيني هذه الأسئلة الناس الذين لديهم الزوجة في هذه الأسئلة سنعمروا الزوجة ديالهم اسم العائلة الزوجة ديالهم الاسم الشخصي لديل الزوجة ديالهم ومذنم إذا ما عنده لا يعطيني اسم متوسط يكون شيء وهذه بأن ما عنده لكي لا يمكنك إصداء ونفكركم معاً لكي نرى عندكم ثلاثين دقيقة لكي تعمروا الفرميلاء وكي لا يحدث لكم في الاستمارات لكم يعني حاولوا هذه المعلومات كاملة التي قلت لكم توجدها لكي تدخلوا الفرميلاء تعمروا جيدا ثلاثين دقيقة كافية لكي تعمروا جميع المعلومات وتدروا الدفع استمارة لكم يعني حاولوا ما تعطلوش بزاف في الفرميلاء بالنسبة في الفرميلاء يعني الشهر امتزادت النهار والسنة يعني نعمرهم هنا وهو تكتب لك هنا يعني كامل الشهر واحد يعني تكتبوا سفر واحد لا تكتبوا شو واحد سفر واحد في الشهر في الجوغ أو النهار يعني 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 تكتبوا سفر جوه سفر ثلاثة سفر أربعة خمسة عشر وإلى ذلك يعني تكتبوا سفر بالنسبة للسنة الف وتسعة مئة واربعة وخمسين الف سمية واربعة وثمانين مهم يعني اربع ارقام بالنسبة الجنس السع احد الزوجتائي او الزوجتائي يعني رجل او امرأة وهنا هنا رقم الربعة عشر تنعمره بالنسبة للمكان ازدياد يعني هنا مدينة ازدياد يعني المدينة لك تتعرف المدينة تزيادة للزوجتائك او الزوجتائك تتعمره هنا المدينة إذا لم تكن مثلا في الحالة التي لم تكن اسم المدينة تنظروا بيرت سوتي تنكوشي وهذا هذا هذا إذا كنت نعرف المدينة تنعمروا المدينة من المنسبة الدولة يعني 14 جي تنعمروا المغرب جزائر تونس التي تزادت في هذا الشخص الزوجة يعني مكان ازدياد دولة هذا يعني ستختار يعني سهلة بالنسبة يعني الصورة الصورة تحتار المعايير المطلوبة هذه 600 بيكسل لا يكون ضل في الوراء وتختار الصورة كيف نختار الصورة في المرحلة الأولى هنا وصلنا مرحلة الأطفال كيف تبدأ هنا الإسم الشخصي والإسم متوسط ما عنده نكتب ما عنده لا يمشون هنا نرى الشهر للإزدياد النهار للإزدياد والسنة للإزدياد الخانة من بعد ندروا الدولة الإزدياد للإزدياد سيختار الدولة يعني لا عندكم طفل واحد سيعطيكم طفل واحد هو إلا عندكم اثنين أو ثلاثة سيعطيكم اثنين وثلاثة من نفس الشيء طفل أول طفل ثاني طفل ثالث وإلى ما ذلك لا تكون أطفال لا تلقوش الخانة لا تلقوها ومن بعد ندروا الصورة من طفل لدينا هنا لذلك من بعد ما تلقونا على سيأتينا واحد الصفحة التي تفعل جميع المعطيات التي تدخلنا ونحن نرى المعطيات وماذا لا تلقونا لا تلقونا إلا تلقونا سنقونا الصفحة الأولى ونضع الموديفكات إلا كانت في الصفحة الثانية ونضع لا تلقونا الأخطاء وكل شيء كان جيدا لا تلقونا صفحة جميعا المعلومات التي تدخلنا على جوازات الصفر المدة الصلاحية وإسم أبناء ومخطأنا كل شيء مزيان أخرى ردوا لي على البال هو النقطة يعني النقطة لا تلقونا فاصلة لا تلقونا فاصلة لا تلقونا ونتبهوا بالنسبة للأرقام والحروف كتبوا الأرقام جيد ردوا لبال الأرقام لا تلقونا لا تلقونا أو شيء أخر وبالنسبة جميع المعطيات التي تدخلت صحيحة ومعندك شيء وحيدة ما تلقونا هو يعني الخانة الخضراء سيعطيك واحد تحتفظ به يعني لا تلقونا لأنه ترجع من بعد إن شاء الله في العام 2021 يعني في المتصف العام سيأتي تلقونا من تلقونا يعني وحيدة الرقم لك وماذا تلقى في الحد لك لك تذهب لأمريكا ولا تلقونا لك حاول تخبيه في مكان يعني لكي ترجع له وحاجة أخرى مثلا في حالة ما تعرضت لأخطاء قدرت وما خرجش لكاذاك الكود ما خرجش كذاك فمش تقدر تعود المحاولة نعم تقدر تعود المحاولة لأنه تتوقع ما عندكش هذاك الكود ووقع علي خطأ في الصفحة يعني تقدر تعود المحاولة لأن ولكن إلى خرجك الكود وغيتي تعود المحاولة وغيت ترجع اللور باش تموضي في شي حاجة وتزيدها هنا ما عندكش حق صافي هذه الساعة هذي يكون خطأ ولا عودتها سوف ترفض لك الطالق لك. يعني إذا لم تفعل شيء خطأ الـ Info تفعل Submit يعني سيفيني. يعني إذا طلعتها. ما يمكنك ترجع لور فلاباش تفعل Precedent Precedent وتعود لك. تصلح الكود لك. وكيف يمكن تشجيل هذه المعلومات كاملة تشجيلها عندك. في الغريق المنزل البرنامج لا يوجد حق تشجيل هذه المعلومات. يعني تفعل Submit الحاجة الوحيدة تتشجيل. هو الكود. هذا الكود اللي تعطيه لك. تتشجله في شورقة. ولا تدير Capture Decron هذا الكود. باش ان شاء الله تحتاجه في العام الجاي. وتشوف راسك وش ربحتي. ولا ما ربحتيش. كما قلت لكم. Info تتعليك الكود. إن الله يوفقك. وحض موفق إن شاء الله. هذه هي طريقة الصحيحة للقبول في الهجرة الأمريكية. يعني تنتمنى بأن يفتكم بهذه الطريقة. ولا عندكم بعض أسئلة. دعوني في كومنتر في اليوتيوب. وإن شاء الله سنجاوبهم واحد بواحد. تتمنى لكم حد موفق إن شاء الله. ومرحبا بكم في أمريكا. لتحسين الوضعية إن شاء الله. شكرا لكم. لا تنسونا بدعم اللايك والبرتاج التي تعمل الفائدة مع الأصدقاء. مع السلامة.